السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة والسلام على نبي المصطفى مرحبا أيها العزاء ومع الدرس الثامن الوحدة الثانية أو الفصل الثاني تطبيقات الذهنية على الطرح بيقول يستخدم استراتيجية رياضية ذهنية لحل المسائل قبل الغذاء أو الغداء كان مع آية عشرين قطعة حلوة بعد الغداء تبقى مع آية حداشر قطعة حلوة ما مجموع قطع الحلوة التي تناولتها آية على الغداء هنا أبنائي طبعا عملية طرح عملية إيه طرح بنجيب الرقم الكبير اللي هو العشرين ونحط الأول هنا كده رقم العشرين نحط الأول هنا ونجيب الرقم اللي هو تم نقصة أو طرحة منه اللي هو كام حداشر قطعة وهنا أبنائي لو جنا واحد طبعا إيه العشرين من الحداشر بنعمل إيه يا أبنائي عشان نعرف بنيجي على الرقم المطروح أبنائي اللي هو رقم حداشر دواتي ونعد الحد ما نصل هذه الاستراتيجية حفظوها جيدا ابنائي الصغار. بنيجي على الرقم اللي هنطرحه من الرقم الكبير ونجف عليه. ونبدأ العد بعدية. يعني الرقم حداشر بعدية رقم كام ابنائي? وعلى الصابع دين هنعد. بعد الحداشر اتناشر. ونعد على الصابع الدين ابنائي. احفظوا اصابع الدين اللي هتعدوها. اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر تمنتاشر تسعتاشر عشرين. عدت على صابع دي ابنائي تسع اصابع. هو ده الحل ابنائي. بنكتب على طول كده واتي. تسع ايه? تسع قطع من الحلوة. يبا ازا تبقى مع اية حداشر قطعة. ما مجموعة قطع الحلوة التي تناولتها تسع قطع. تسع ايه? تسع قطع حلوة. تسع قطع. حلوة. اكلتها مين? اكلتها اية. ده حل المسألة ابنائي العزاء والاستراتيجية دي دي فيه عندما يكون عندي طرح باج على الرقم اللي هطرحه واللي هو الصغير وهعد على اصابع الدين لحد ما اصل للرقم الكبير اللي هو العشرين وهيدين الرقم اللي هو الايه? اللي انا هطرحه من العشرين. ازا ابنائي قبل الغداء اللي هو الحلوة هياتي كل الحلوة ده الجميع ده. ده جميع الحلويات. وهنا ابنائي بعد الغداء هي كالت كام واحد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر حداشر. ازا ابنائي حداشر هنعد بعد الحداشر ابنائي حد من اصل للعشرين او ان احنا ابنائي ممكن فيه طريقة تاني ان انا هعمل ايه? هاجي هنا ابنائي على المجموع الكلي وهشطب الحلويات اللي انا كلتها. ادي واحدة ادي اتنين ادي تلاتة ادي اربعة ادي خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر. هيتبقى كام واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة. يتبقى كام يا ابنائي تسعة كما قلت لكم يتبقى تسعة. يتبقى تسعة. تعالوا ابنائي وبانات العزاء للدرس رقم تسعة نكمل تطبيقات ذهنية على الجامعة والطرح. بيقول لي استخدم استراتيجيات الرياضيات الذهنية لحل كل مسألة. هنا ابنائي ستة زائد كام يديني اتناشر. تعالوا ابنائي على صابع دية واكمل بعد الستة لحد ما اصل الى الاتناشر هيتديني الحل. ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر. عديت ستة صابع على دية. يبقى في الحالة دياتي ابنائي كام كده? يبقى ستة زائد ستة يساوي كام? يساوي اتناشر. فاكرين ابنائي هناك استراتيجية تسمى استراتيجية المضاعفة. يعني ستة وستة بيديني كام? اتناشر. فهي الستة دي ضعفناها ستة وستة بيجي ايه? اتناشر. طيب بعد كده ابنائي عشرة زائد كام يديني ستاشر. لاحظوا ابنائي ان الستاشر بتتكون من كام? عشرة زائد كام? الستاشر بتتكون من عشرة زائد ستة. يبقى ازا ابنائي احط كام على العشرة يديني ستاشر احط ستة او اتتبع استراتيجية تاني ابنائي ان انا اقوم بالعد بعد العشرة لحد ما اصل الى الستاشر ابول حداشر اتناشر تلتاشر اربعتاشر خمستاشر ستاشر يبقى ازا ابنائي ستة صابع عديتهم يبقى كده ايه ستة اصابع برضو يبقى الحل ستة عشرة زي ستة سوي كام ستاشر بعد كده ابنائي رقم تلاتة تلتاشر نطرح منها كام وتب تسعة? تلتاشر نطرح منها كام وتب تسعة? تدامك حل من الانتين ابنائي يا اما تستخدم ان انت تعد في وجه التسعة لحد ما تصل الى ستاشر ايه التلتاشر وفي الحالة دي دي سهل ان شاء الله يعني مثلا ابنائي العزام تسعة تعالوا نعد لحد ما نصل الى التلتاشر بعد التسعة كام عشرة بعد العشرة حداشر اتناشر طلطة عدت اربع صوابع. يبقى ازا ما ابناء التلت اشر لو طالحنا منهم الاربع صوابع بيدأيه التسعة. الاربعquis تصابع. يبقى تلتاشر عندنا حملنا الاربع هتديني تسعة. وفيه حاجة تاني يا ابناء لو جمحت التسعة ولا اربعة هيديني كم سأدينا تلتاشر. يجرب كده يا ابناء تسعة الرقم الكبير حوطه وفي دماغي. وبعد كده يعدي عليها اربعة تسعة عشر اصداشر اتناشر. تلتاشر. يبقى ازا كده يا ابنائي كام? تلتاشر. يبقى فيه كده ممكن احلها من اليسار ومن اليمين. تعالوا بعد كده يا ابنائي بجل تسعتاشر نطرح منها كام تديني تمانية. تعالوا برضو ابنائي. على التمانية نستكمل العد حد ما نصل الى التسعتاشر. ايه? استراتيجية استكمال العد حتى اصل الى التسعتاشر. ده في الطرح يا ابنائي. التمانية. طب بعد التمانية كام? تسعة. عشر. احداشر. اتناش ترتاشر اربعتاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر تمنتاشر تسعتاشر. انا كده عديت حداشر. يبا ازن ابنائي الحل بتاعي حداشر. الحل بتاعي كام? حداشر. الحل بتاعي حداشر. طيب نكمل ابنائي عشرة زيت كم يديني تسعتاشر. التسعتاشر ابنائي كونهم كام عشرة زي التسعة يؤدي ازا هي تسعة. واستكمل عشرة بعديها هاعدها على الاصابع لحد ما اصل الى تسعتاشر في الحالة دي هيعرف ايه. كامragen حط على العشر يدينا تسعتاشر. نبدأ ابناء العد بعد العشرة. حداشر اتناشر وتلتاشر اربعتاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر تمنتاشر تسعتاشر. عدية تسعة اصابع على دي. يبقى ازا عن عشرة زي التسعة. عشرة زي التسعة. بيديني تسعتاشر. اما ابنائي الطرح فيحدث العكس. ما كملش على الحداشر لا. اكمل على الرقم الصغير اللي هو السبعة. اكمل على الحد ما اصل الى الحداشر سبعة تمانية تسعة عشر احداشر اربعة اصابع. يبقى ايزا ابنائي الحداشر دي لو خدت منها اربعة يبقى يديني كام يديني سبعة يديني سبعة. بعد كده ابنائي بيقول لي الارشادات اكتب قائمة باستراتيجيات الرياضيات الزهنية التي استخدمتها. ضع نجمة بجانب اكثر استراتيجيات استخدمتها. طبعا ابنائي احسن استراتيجية اللي هي ايه? استراتيجية استكمال العد. استراتيجية استكمال العد هي احسن ايه? هي احسن استراتيجية.